نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول ارتفاع معدلات الطلاق وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني تناول الصالون مناقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق منها أسباب ارتفاع الظاهرة وكيف يتم معالجة أسباب ارتفاع معدلاتها فضلا عن نسب الطلاق بين الريف والمدن وخطور التنامي ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعي بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم نحن عايزين نعمل ولو في الموصائقي عن الأسرة المصرية وعن الأسرة والزيبة في مواد ورحمة والأب والأم وإن الكيان ده كيان عظيم فكرة الطلاق لما الإسلام أبحى ما كانت شيء عشان أسباب تفهم وجايز الشيخ معنا يستحالت العشرة استحالت عشرة استحالت عشرة دي بقى حط تحتها بنوب كتير عنفه أسري زوج غير ملتزم أخلاقيا ودنيا بيهين مراته بيهين ولاده بيشرب في أسباب حقيقية للطلاق هدم الأسرة مش سهل كسر الطفل مش سهل الطفل لما بيحصل انفصال بين الأم والقب الأم بتشد في ناحية والقب بيشد في ناحية إحنا بنتخنق على مصروفات إحنا بنتخنق عندنا مشاكل في المحاكم كل الحياة دي الطفل عايشها الولد اللي هو بناء الأسرة الحقيقة دي أكبر نعمة ربنا أنعم على الإنسان بيها الأسرة المواد ده والرحمة اللي جوه البيت ده المفروض المكان اللي احنا مندخل فيه عشان نرتاح من ضغوط الحياة ونقضي وقت كويس مع بعض يعني الحقيقة لازم نعيد التفكير لازم نسيب الموبايلات ده مهم جدا لأنه ده ليه تأثير ضخم جدا لازم على أقل نص ساعة أو احنا بنقول في مواد ده ساعة صفة مع بعض لازم كل يوم نقض مع بعض ساعة احنا عايزين أجيال تكون سليمة من ناحية نفسية ولو الأب والأم لو الزوج والزوجة فشلوا وزوجين مش عايزينهم أنهما يفشلوا أنهما يكونوا أب وأم صالحين بالضبط لو احنا الاتنين مش قادرين نعيش مع بعض جربنا كل الطرق وكل الحلو زي ما أنت حريك بتقولي كده المفروض أروح لحد متخصص يا ريت قبل أن نوصل لإنهاء العلاقة الزوجية